موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأوها على حضراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العناوين موسيقى وزير الدفاع الشهيد الشدادي كان سباكا في التضحية والفداء والذود عن حياظ الوطن ومكتسباته موسيقى وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني في مأرفة تدعو أحرار العالم للعمل على وضع حد لمجازر الاحتلال موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أن الشهيد عبدالرب الشدادي كان سباكا في التضحية والفداء ولم يدخر جهدا في سبيل الزود عن حياظ الوطن والدفاع عن مكتسباته وعضف الداعري في تصريح لبران بريس في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الشدادي نتذكر في المؤسسة الدفاعية أحد القادة العسكريين الأبطال الملهمين الذين لبوا نداء الواجب في لحظة مفصلية في تاريخ اليمن ومثلوا حائط صد منيع وسياج حام أمام أذناب المشروع الإيراني التآمري على اليمن والمنطقة وقال وزير الدفاع لقد جمعتنا بالقائد الشداد الأيام والأشهر والسنوات والمعارك الأولى للدفاع عن الوطن والجمهورية وخبرناه قائدا محنكا وشجاعا مخلصا لمؤسسته العسكرية ومعركته وفاديا لوطنه ودينه دعا الاتحاد الدولي لصحفيين ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين أو الصحفيين محمد المياحي وفؤاد النهاري وجميع الصحفيين المقتطفين في سجونها أوضح الاتحاد الدولي لصحفيين أن ميليشيا الحوثي اختطفت الصحفي محمد المياحي في عشرين سبتمبر في العاصمة صنعاء بعد يومين من نشره مقالا ينتقد الجماعة فيما اختطفت الصحفي فؤاد النهاري في أواخر سبتمبر وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن حملة الاختطافات الحوثية المكثفة جاءت على خلفية الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلينجر إننا ندين بشدة بيئة العمل المعاكسة ومناخ الخوف الذي يعيشه الصحفيون والإعلاميون في اليمن مما يعرض سلامتهم للخطر قالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ترفض الإفراج عن المختطفين على ذمة الاحتفال بثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة قبل التوقيع على تعهد أمني يبقيهم في ظروف الإقامة الجبرية وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي فرضت تعهدا إجباريا على المختطفين في سجونها على ذمة الاحتفالات الشعبية بذكرى ثورة سبتمبر يبقيهم تحت الرقابة الأمنية والإلكترونية وإشمل التعهد تدوين البيانات الشخصية وأرقام الهواتف والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وإبقاء تلك الأرقام نشطة بشكل دائم وتجبر الميليشيا المختطفين على الالتزام بعدم الخوض في الأمور السياسية والالتزام بالحضور في الفعاليات الحوثية فضلا عن إحضار الضمين يملك سجلا تجاريا لضمانتهم أكدت الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني تأييد المجتمع اليمني للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنه مع الفلسطينيين ودعت الوقفة الأحرار العالمي للعمل على وضع حد لمجازر الاحتلال وحرب الإبادة التي يرتكبونها في حق المدنيين يدور الزمان دورته وتأتي ذكرى البداية بداية الطوفان الذي أغرق الاحتلال الإسرائيلي وقضى على أحلامه في السيطرة وقتل روح المقاومة ففي العام الماضي كان النبأ العظيم القادم من قطاع غزة يهز العالم هزة وفي هذا اليوم في المسيرة الطبامنية التي تجوب شوارع مأرب يؤكد اليمنيون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني في معركته الباسلة التي يسطر أحدث فصولها منذ آن نتضامن التضامن الكامل مع إخواننا في قزة ومع كتاب القسام في تاريخها العظيم السنوية الأولى للانتفاضة لمعركة الطفال الأكثر التي بإذن الله عز وجل هي منطلق وبداية للتحرر للأمة الإسلامية بأسرها من شرقها إلى غربها نشد على أيديهم ونحن معهم بمعنى الصديق ونقول لهم سيروا وعين الله ترعاكم ونحن معكم بدعائنا بأموائنا بأبنائنا بدمائنا بذل الله وقفات ومسيرات وبيانات وفعاليات يمنية مختلفة تمتد بامتداد عام من النضال والصمود الفلسطيني تبارك طوفان الأقصى وتدعو لنصرة القضية وها هي مأرب لا تستثني أي من شرائح المجتمع من النصرة والتضامن وإعلان الموقف اليمني الرسمي والشعبي الرافض للإحتلال المدين لجرائمه وحربه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني هذه الفعالية تأتي من ضمن فعالية التضامن مع إخواننا في غزة الذين بين الحر والقر والضرب والإبادة يعني أرضا وبرا وبحرا للحجر والبشر والإنسان فنحن في هذه الوقفة هي تأتي ضمن السلسية من الأعمال والوقفات التضامنية مع إخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين وتضامن أيضا من ضمن أحرار العالم الذين يسيرون في هذا المنوان الذي نستطيع أن نجاهد فيه بالكلمة وهو أقل جهد ممكن أن نبذله في الجمهور اليمنية يدعو المشاركون في المسيرة التضامنية الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى نصرة الشعب الفلسطيني والسعي لحق ندمه النازف ورد حقه المستباه واتخاذ خطوات توازي النضال الفلسطيني الذي صنع من المستحيل ممكن وحيى قضيته التي سعى الاحتلال إلى دفنها وإيداعها طي النسيان الدولي وحتى العربي نشد على أيدي العالم أن ينظر نظرة عادلة وإلى مجلس الأمن والجمعية العمومية في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وجميع من يمثلون هذا العالم أن ينظروا بنظرة عادلة كانوا ينظرون إلى القضايا الأخرى ويرتفع أصواتهم وعندما حصلت قضية غزة الكل اختفى فلهذا نحن نطالب أن تكون هذه القضية هي قضية عادلة وهي قضية الأم ويجب أن ينظر إلىها الناس من جميع الأطراف انطلاقة طوفان الأقصى يوم لا ينسى وذاكرة الشعوب الحرة لا تنسى فالحق باق وإن طمر بآلاف الأطنان من القذائف والصواريخ محمد القليصي لقناة سهين مأرب أكدت عدد من المتظاهرات في مدينة مأرب إن اعتزاز هن بصمود الشعب الفلسطيني واستمرارهن في التضامن مع أبناء غزة والتنديد بما يتعرضن له من عدوان صهيوني وجرائم إبادة وطالبنا محكمة العدل الدولية بالقيام بواجبهن تجاه نتنياهو وحكومته خرجنا اليوم في السابع من أكتوبر لإحياء الذكراء المجيدة من السابع من أكتوبر الذكرى الشريفة الذي تخص كل عربي شريف تخص كل مواطن يفتخر ويعتز بفلسطين وبن أبنائها نحن خرجنا اليوم لنقول لأخواننا في فلسطين بأننا ما زلنا معهم وأننا لم ننساهم وأننا سنظل معهم حتى يظهر الحق وحتى يعود لفلسطين مجدة حتى تعود الأرض الفلسطين لأهلها ولأهلها ولمواطن في ذكرى السابع من أكتوبر الذكرى الأولى لطوفان الأقصى الذي بيّنت ما يعانيه الشعب الفلسطيني وبيّنت ما يفعل به الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني ونقول لكم من هنا من هذه الأرض الطيبة نحن معكم وندعمكم في كل أموركم ماذا عن أكتوبر يوم النصر يوم العزة والكرامة يوم القوة سبع أكتوبر الأقصى هو عنوان العدالة وصوت الحق الذي لا يخمد في كل لحظة يظل الأقصى رمزا للحرية والأقصى هو صدى المقاومة ورمز الصمود الذي لا ينكسر فلسطين ليست قضية بل هي رسالة إنسانية للعالم لن ننسى كل ذكرى تعزز عزيمتنا في النظال خرجنا اليوم في هذا اليوم المجيد السابع من أكتوبر لتخليد هذا اليوم المجيد وتضامنا مع إخواننا في غزة ونطالب من محكمة العدلة الدولية بإصطار حكم عاجل ضد الاحتلال الصهيوني وما يفعله ضد أبناء فرصة ضمن فعاليات الاحتفاء الشعبي بذكرى الثورات اليمنية المجيدة ودعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية أقامت مدرسة الحجر في تعز حفرا استعراضيا حول الثورات ومناظلها نظمت مدرسة الحجري بمديرية المضفر بمدينة تعز حفلا استعراضيا بمناسبة ذكرى الثورات اليمنية ودعما لليوم السابع من أكتوبر الذي هز الكيان الصهيوني وأعاد للأمة كرامتها نحتفل اليوم بثورة السادس والعشرون من سبتمبر وأيضا ثورة الرابع عشر من أكتوبر في هذا اليوم العظيم الذي تحرر فيه الناس من الظلم والاستبداد الذي كان يعيش فيه سابقا وأيضا يصادف هذا اليوم السابع عشر من أكتوبر الذي كان يوم الشم على إسرائيل حيث انقلب طفال الأقصى عليه ونحن سنقول لهم بأننا سنضل ونناضل حتى ننتصر إن شاء الله في الحفل تم ترديد الهتافات والأناشد الوطنية وعروضا ولوحات جمالية ووطنية رسمتها طالبات المدرسة المشاركات قسدت أعظمة أهداف الثورات اليمنية هذه الثورة العظيمة التي رسمت لنا أنواع من التضحية للشهداء الأبرار من الثوار هذه الثورة العظيمة التي حررت البلاد من الاستبداد والاستعمار هذه الثورة العظيمة التي نقلت البلاد من حكم الإئمة إلى حكم الجمهورية فقرات فنية واستعراضا للطالبات حاملين شعارات الثورية وصور مناظرية الثورة ولافتات عبرت عن اللحمة والتآلف بين أبناء الشعب الواحد في استمرار الدهج الثوري الذي تعاقب عليه الآباء والأقداد والأحفاد حتى اليوم أحمد مكيبر قالت سهيل تعز نظمت السفارة اليمنية في هولندا احتفالا بمناتبة الذكرى الثانية وستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والذكرى الواحدة والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدتين وفي الحفل الذي حاضره أبناء الجالية اليمنية في هولندا أكدت السفيرة على رمزية الاحتفال بثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين في ظل المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به بلادنا في ظل الانقلاب الحوثي وقالت السفيرة سحر غانم إن كل اليمنيين اليوم مجبرون على خوض درب الآباء والأمهات المؤسسين في النضال ضد ميليشي الكهنوت الحوثية التي تسيطر على أجزاء من وطننا الغالي وفي مقدمته العاصمة صنع وأشارت غانم إلى النضال لاستعادة الدولة اليمنية وتحقيق أهداف ثورة الأمس واليوم ليس مقتصرا على ساحات المعارك أو ساحات العمل السياسي والدبلوماسي فحسب ولكن عبر كل يمني داخل الوطني أو خارج وقالت إن اليمنيين في بلد المهجر هم رسل الجمهورية اليمنية ولسانها وصوتها الهادر في جميع المحافل والساحات ثورة السادس والعشرين من ستمبر لم تعد بالنسبة لنا اليمنيون ذكرى أو ماضي نحتفل به هي اليوم قضية معاصرة مأساة معاصرة أطلت علينا من جديد الإمامة ممثلة بالميليشيات الحوثي عدنا لنرى بأم أعيننا ما مورس من قمع ما مورس من اضطهاد ما مورس من تمييز بناء على معتقدات طائفية سلالية الثورة ليست ثورة 26 سبتمبر فقط هي ثورتنا اليوم وثورتنا غدا ضد كل تكبر وتعنت وكهنوت يراد له أن يحكم الشعب اليمني نحن اليوم كما كان آباؤنا وأمهاتنا المؤسسون ثائرون مناضلون لصنع يمن يليق بنا يليق بكرامة اليمن يليق بمستقبله بحاضره بماضيه لليمن المحب لليمن كرامة حرية عدالة ومساواة ثورة 26 ستمبر وثورة 14 من أكتوبر متجددة وما زلنا إلى اليوم نخوض غمارها سعدنا بالمشاركة في ذكرى احتفال الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر التي نظمتها سفارة الجمهورية اليمنية في لاهايب هولندا الحضور كان كبير الفعاليات أذكت الروح الخاصة بالثورة وذكرت بأهمية استمرار هذه الروح لدى اليمنيين نمر كيمنين بمنعطف تاريخي حرج فيما يتعلق بسيطرة الميليشيات على الداخل اليمني وبالتالي من المهم أن تستمر مثل هذه الاحتفالات لتشد من عض الشعب اليمني في الداخل وتؤكد على استمرارية الثورة وجوهرها في العدالة وتحقيق العدالة والحرية والمساواة وتخليص اليمن في القريب العالج من الميليشيات التي قامت بإفساد الواقع اليمني وأدخلتنا في دوامة من الحروب والصراعات كل عام والشعب اليمني بألف خير كل يمني وكل طفل وكل امرأة كل عجوز أو طفل بخير إن شاء الله طبعاً نحن هنا مجتمعين للإحتفال في الثورة عياد الثورة 16 ستمبر و14 من متوبر عياد مجيدة تخلد لنا و لأطفالنا و لأجيال السابقة لدحر الإمامة لترسيخ القيمة المجيدة لشعب اليمني ونتمنى لجميع المستقبل الزاهر نحن اليوم في فعالة ذكرى 26 سبتمبر و14 أكتوبر الذي أحيط سفار جمهورة اليمنية في لاهاي نشكر السفار ونشكر جميع الحضور ونتمنى أن تقام الفعاليات الوطنية بشكل دائم ومستمر دون انقطاع كونها تحمل مبادئ وأهداف ثورة 14 أكتوبر و26 ستمبر التي نحتاج إحياءها في ظل هذه الظروف التي يعيشها وطننا أقامت الجالية اليمنية في ولاية ألباما الأمريكية حفلا جماهيريا وفنيا بمناسبة الذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر وذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر المجيدتين وألقيت في الحفل العديد من الكلمات والقصائد أكدت في مجملها على أهمية الاحتفال بهتين المناسبتين العظيمتين التي تجددان فينا روح الثورة والجمهورية أكد المشاركون على استمرار اليمنيين في كفاحهم من أجل استعادة الجمهورية من قبضة الإماميين الجدد ثمن محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر دورة دولة الكويت الشقيقة ودعمها الأخوي لليمني في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية وناقش المحافظ ياسر مع وفد جمعية النجاة الخيرية الكويتية برئاسة الدكتور جمال العدواني ومؤسسة إياد الخير أياد الخير للتنمية الشريكة المنفذ في اليمن ناقش الإحتياجات الإنسانية في المحافظة ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات للأزمة وتذليل الصعوبات بل كافة التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه فريق العمل في الميدان من جهته استعرض جمال العدواني أهداف جمعية النجاة الكويتية والقطاعات التي تعمل فيها مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على إنشاء خمسة مراكز صحية وترميم خمسة عشر مسجدا في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها الجمعية في مختلف المحافظات اليمنية أقر اجتماع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرى السالم نيمر زيادة حوافز المعلمين بداية من شهر أكتوبر في عموم مدارس المحافظة وفقا للإجتماع فإن الحوافز ستشمل الموظفين الأساسيين والمتعاقدين بالإضافة إلى إضافة مبلغ مالي آخر للإدارات المدرسية وشدنا الإجتماع على ضرورة تكليف اليجرة لصرف الحوافز الخاصة بالمعلمين والنزول الميداني وتسليمهم في المدارس يشار إلى أن سلطة المحلية قامت بمضاعفة مبلغ الحافز المالي عن السنوات السابقة كخطوة للتخفيف من معاناة المعلمين وضمان استمرار العملية التعليمية زار مجموعة من الطلاب في محافظة مأرب قنوات السد لقضاء عطلاتهم الأسبوعية بهدف تجديد نشاطهم وكسر الروتين المعتاد والاستمتاع بجمال الطبيعة الذي يبعث الراحة في القلب والنفس نتابع في نهاية أسبوع الندراسي النشاق قرر الطلاب الذهب في رحلة ترفيهية إلى تحويلة السد مأرب في محافظة مأرب كانت الرحلة فرصة للاسترخاء وهم يقفون هنا يتأملون هدير الماء الذي يتدفق من السد بعد أسبوع من المذاكرة والحفظ والتعب أردنا أن أغير أماكن للجد لنبدأ أسبوعا جديدا مليا بالجد والنشاط الحيوية هذه الأماكن أماكن لسباحة أماكن ترفيه أماكن لتجديد السعادة أماكن لطنح الهموم هنا أماكن لطنح الهموم هنا لكي نبدأ بأسبوع جديد بنشاط وحيوية وجد يلعبون بفرح النأب القربي من مجرى الماء في المكان المحاط بالأشجارة والذي يعطي أحساس النأب البراءة والمرح في الطبيعة يستمتعون بالبيئة المحيطة ويقضون وقتا ممتعا في هذه الرحلة مستفيدين من الأجواء المفتوحة والماء المنعشة بعد أسبوع دراسي مجهد وكتابة الوجبات والجد والمذاكرة أتينا إلى هنا للترويح عن أنفسنا والترويح عن نفس وبداية النشاط بأسبوع جديد إن شاء الله تبدو لحظاتهم مليئة بالفرح والحرية حيث يغسل الماء أجسادهم وأرواحهم وقلوبهم من تعب الدراسة وضغوط الحياة اليومية الماء المتدفق يمنحهم شعور بالنقاء والانتعاش تعد هذه الأماكن العامة والمنتزهات للترويح على الناس وعلى الساكن في محافظة مارب الذين قد أرهقهم عن كاهل الوضع في هذه المحافظة من التشريد والنزوح وضنك العيش فهذه المنتزهات تعد بالنسبة لهم ترويحا على النفس وإعادة للطاقة والحيوية في نفوسهم وفي طبعا ويدانهم سيعود الطلاب من هنا بروح متجددة ونشاط بعد أن غسلت الطبيعة تعبهم وملأت قلوبهم بذكريات من الفرح والسعادة تلبية لنداء حلف قبائل حضرموت التقى إعلامي المحافظة لإعداد مصفوفة مطالبة حقوقية والبحث عن حلول للمشاكل المستفحلة في حضرموت المزيد في التقرير التالي عقب حلف قبائل حضرموت لقاء بالأعلاميين والناتطين الحضار وبحث اللقاء العديد من المواضيع ذات الارتباط بدور الإعلاميين والناتطين الحضار في هذه المرحلة المهمة ومواكبة الموقف العامل حضرموت المساند لانتزاع الحقوق والمطالب المشروعة التي يتبناها حلف قبائل حضرموت وكذلك رفع الوعي المجتمعي للتفاعل الإيجابي معها بكل الوسائل المتاحة مشددا على أهمية الرسالة الأعلامية في نقل الصورة الواقعية اليوم نرحب بالإعلاميين والصحفيين والكتاب ونقول لهم الحرب دائم الإعلام يأخذ نص ونحن لدينا الحرب هذه بغنى الإعلام يأخذ ثلاثين وثلاثين للميدان إن شاء الله ونقول القريب والبعيد واللي ضنونه من الحلف يمكن يضعف احنا كل يوم بزايد قوة كل يوم بزايد معنويات وسنبقى ومسيرتنا إن شاء الله قوية قوية سننزع حقوق حضرموت حق وراء الآخر حق وراء الآخر من كل فاسد احنا ما عنا عدو عدونا اللي ينهى بثرواتنا واللي بايهين كرامة حضرموت فنها العدو وانقرب وانبعد والكلام يفتهم وعلى الأبناء حضرموت عامهم ينصوا صفوفهم وراء الحلف المرحلة حاسمة وش الاختلافات الناس يقولون اختلافات بين الحضارم لا وين الحضارم يبون كهرباء وين الاختلاف وقدم الإعلاميون والناشطون خلال اللقاء عدد من المداخلات التي تبنت المطالب العادلة لحضرموت وأهلها وأكدين بأنها جاءت في وقتها وحضيت بتأييد كل أطياف المجتمع اليوم اجتماع لوسائل الأعلام والقنوات الفضائية ومواقع التواصل والنشطة والأكاديميين العالميين في حضبة حضرموت وتناولت المداخلات الكثير من الأفكار والمقترحات القيمة وطالب الإعلاميون بضرورة إعطاء حضرموت حقها بما ينسجم مع مكانتها الكبيرة وتدعى الإعلاميون من كافة مدرية ساحل حضرموت استجابة لمطالب حلف قبائل حضرموت عماد العاميري من هضبة حضرموت لقناة سهيل الفضائية شاهدين نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين وزير الدفاع الشهيد الشدادي كان سباقا في التضحية والفداء والذود عن حياظ الوطن ومقتسباته وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني في مأربة تدعو أحرار العالم للعمل على وضع حد لمجازر الاحتلال في ختام النشرة لكم تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة